في سياق آخر انطلق فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم من العاصمة الأوكرانية كييف متجها إلى محطة زابوريجيا للطاقة نووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشاثة رمخاوف من وقوع كارثة إشعاعية ويقود البعثة المدير العام للوكالة رفايل جروسي الذي أكد أن زيارة شديدة الأهمية إذ تهدف إلى تقييم الأوضاع والمساعدة في تحقيق استقرار حالة المحطة قدر المستطع ترجمة نانسي قنقر